السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية ونتكلم عن دواء جديد من ادوية علاج ارتفاع ضغط الدم اتا كاند اقراص علاج ضغط الدم المرتفع يحتوي على المادة الفعالة كاندي سارتين وهو من الادوية المثبتة لهرمون الانجلوتنسيل والذي يعمل ايضا على تضييق الاوعية الدموية ويحفز عملية انتاج هرمون الالدسترون الذي يساعد على حفظ الملح والماء في الكلام ولذلك يستعمل اتا كاند في علاج ضغط الدم المرتفع وعلى قصور القلب الاحتقاني اتا كاند اقراص لعلى ضغط الدم المرتفع ودواء استعمال الدواء يستخدم الدوافع علاج ارتفاع ضغط الدم كما ان انخفاض ضغط الدم يساعد على منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية يستعمل الدوافع في استرخاء العضلات وتوسيع الاوعية الدموية مما يؤدي الى ضغط الدم بسهولة مما يساعد في انخفاض ضغط الدم يستخدم في علاج قصور القلب كما يستخدم في حماية الكلمة التلف بسبب مرضى السكر الجرعة وطريقة استعمال الدواء ضغط الدم المرتفع للبالغين ينصح بالآتي من 16 ل 32 ميلي جرام مقسمة إلى جرعتين يوميا أما في حالة الأطفال من 2 ل 4 ميلي جرام لكل كيلو جرام مقسمة إلى جرعتين يوميا فشل القلب للبالغين نبدأ بربعة ميلي جرام مرة واحدة يوميا وتزيد حتى تصل إلى 32 ميلي جرام مقسمة إلى جرعات يوميا الآثار الجانبية لدواء أتكند أكروس قد يحدث أحيانا شعور بالدوار كما يقوم أيضا بألم في الزهر بالإضافة إلى شعور بالصدع أحيانا يسبب الدواء اعتلال بوظائف القلع كما أنه من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في ضغط الدم بالإضافة إلى تصارع ضربات القلب قد يسبب العلاج زيادة نسبة البوتاسيوم في الدم كما أنه يوجد هناك طفح جلدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة ومن المحتمل أن يكون هناك عدم ضوح الرؤية كما يمكن أن يحدث خلل في وظائف الكبد بالإضافة إلى شعور بالنعاس وكذلك شعور بالضوحة موانع استعمال دواء أتكند أكروس يمنع تناول الدواء للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لأحدى مكونات الدواء أو أي مكون آخر من مكونات الدواء الأخرى يحذر تناول الدواء للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلا كما يحذر استخدامه في حالة ضيق في أشريان الكلاوي وعدم استعماله للمرضى المصابين بأمراض الكبد كما يحذر تناول الدواء في حالة الحام والرضاعة الطبيعية لأن الدواء يفرز في حالي بالأم مما يؤدي إلى خطورة على الطفل الرضيع أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو قد نال إعجابكم بطلب من حضراتكم في نهاية الفيديو ادعم القناة وفعل الجرس وعمل كومنت على الفيديو شكرا لي